أنت الآن عاصي أخوك حين عاصر كان في موقف خذان كذلك ارحمه وأشفق عليه ولذلك كما أقول أكثر من مرة من بلغات الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه هذا منقطع طبعا بلغه عن عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال لا تكثروا الكلام بغير ذلك الله فتقصوا قلوبكم فأسا بيه فتقصوا قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب رب رب أنت كامل معصوم أما أنت زي ومذنر وربما عندك ذنوب أكبر منه ولكن أحسن الله بك وإليك فستر عليك فهل لا سترت على أخيك أيها الشامة المعير مدعي أنك رب الآن أو ملك كريم هذا كذب هذا من الكذب أيضا والدين صدق وأخلاص الدين الحقيقة صدق وأخلاص ليس كذب الدين بارئ تماما من الكذب والإفتعال والإدعاء والاستعراض لا تنظروا في أرباب الناس في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا في ذنوبكم هذا المعجب كمان في الحديث ما قالش في ذنوبهم خلك من ذنوب الناس ما علاقتك بذنوب الناس أنت أنت تفتش على الناس هل من حسابهم إليك شيء ولا من حسابك عليهم شيء أكبر متنوب تحكة من الناس اشتغل بنفسك انظر في عيوبك في عيوبك هالغناء والكفاء أن تنظر في عيوب غيرك من الناس ولكن انظروا في عيوبكم في ذنوبكم كأنكم عبيد كأنكم عبيد فإنما الناس إثنان مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء ابتلي بذنب بفاحشة بصغيرة ارحموا ادعوا له ابكى عليه سيئ الله أن يقيل عثرته وأن يغفر زلته ويسر عورته هذا الموقف الإيمان الحقيقي هذا الدين هذا الدين إلا أن كنت تأبى إلا أن تتلقى دينك من التويتر والفيسبوك والاشتغال على 24 بالناس بفلان وعلان وتقييم البشرية كلها ما شاء الله علينا هذا ما له عقب الإسلام انتبهوا هذا ما له عقب الإسلام فلذلك أنا أقول يا أبنائي والأحبابي والإخواني أيضا وآبائي والأكبر وأفضل مني وأسن مني إذا دخلت هذه العوالم قل خيرنا وصبط فقط ألقي كلمة خير ثم امضي إياك أن تشارك في هذه الأشياء السيئة الرديئة إياك ليس هذا من الدين فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية واحمدوا الله على العافية